اهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن احتباس البيضة طبعا احنا عندنا العصافير كلها بتبيض يوم وتريح يوم يعني تبيض يوم وتتوقف عن البيض يوم اخر وبعد كده ترجع مرة تانية تبيض وفي بعض الطيور ممكن تبيض يوم وتتوقف عن البيض يومين اتنين وبعد كده ترجع تاني تبيض مفيش فيه مشكلة خالق المشكلة الوقتي ان الطائر لو باض وبعدين حصل عنده احتباس البيضة احتباس البيضة طبعا ليه اسباب كتيرة جدا اول سبب ان العصفور نفسه تم التزاوج في سن صغير يعني لسه العصفور صغير في السن يعني ما بلغش السن اللي هو المناسب للتزاوج السبب التاني من اسباب احتباس البيضة وان البيضة مش يعني العصفور مش قادر يطلع البيضة اه ممكن تقول البيضة جاية في فتحة الاخراج اه مش من الشكل اللي هو المسلس دوت لا جاية البيضة متديرة اه زي بالظبط كده الجنين لما يجي ايه اه يعني معكوس يعني هو مفروض بينزل بدماغه ينزل برجله فجاية متديرة فبيبقى في عملية يعني ايه اه العملية بتبقى صعبة اه طيب الوقتي اه احنا نعمل ايه عشان نتخطى هذه المشكلة اه اول حاجة احنا بنجيب طبعا العصفور طبعا لما بيحصل عنده احتباس في البيض طبعا احنا لازم نرائب الطول كويس جدا لان احتباس البيضة هوت ممكن يؤدي الى موت العصفور طبعا احنا بنتكلم عن جميع انواع العصفور اول حاجة انا بجيب طبعا الطائر بعد ما تأكد ان هو عنده احتباس لازم اتأكد ان العصفور عنده احتباس البيضة وانه هو مش قادر يطلع البيضة طبعا في بعض الطيور ممكن تبيض يوم وبعدين تريح مثلا ممكن تفضل مريحة مثلا اسبوع ادام الطائر نشيط ادام الطائر مفيش عنده يعني منتش حاسس ان فتحة الاخراج يعني ملتهبة اه ومنتفخة بشكل كبير اه فخلاص ما اتطمن مفيش اي قلق خالص لكن لو شعرت ان الطائر يعني فتحة الاخراج عنده ملتهبة جدا اه الطائر يعني كاشش اه الطائر يعني تحس ان هو اه مريض اه وان هو باين عليه اللي هو اه التعب والارهاق في الحالة دي لازم تتدخل عشان تحاول مساعدة الطائر اه وزي ما انتو شايفين كده احنا بنحاول يعني هو يفضل ان انت تحط يعني ايه اه قطرة من يعني الزيت اللي هو زيت الزيتون او اي نوع من انواع الزيوت على فتحة الاخراج اه تحاول ان انت بتدير البيضة كده برفق اه خلي بالك في بعض الناس بتحاول ان هي تكسر البيضة في داخل اه يعني في داخل فتحة الاخراج باي مسلا حاجة بابرة او باي حاجة حد تحاول ان هي تكسر البيضة طبعا ده خطأ كبير جدا ممكن الطائر ما يعرفش يطلع الايه قشرة البيضة طبعا ده خطأ فانت حاولت تطلع البيضة بحاولت دي يعني تدور البيضة كده عشان تخرج ايه اه تخرج صحيحة اه من اه اه الطريقة المعتادة بتاعتها اه ما تضغطش بشكل قوي يعني سنة بسنة كده اه بشكل بسيط خالص اه طيب لو انا مش قادر اعمل العملية دي مش قادر اطلع البيضة اه ومش عارف اه يعني اخرج البيضة اللي هي المحتبسة دي في الحالة دي انت عليك ان انت تروح لأي واحد عنده خبرة اه او مثلا لمحل الطيور او تذهب الى الطبيب البيطري طيب لو انا سبت البيضة المحتبسة ده هي ات اللي يحصل طبعا بنسبة 100% الطائر اه هيموت يعني دي هتأدي الى اه موت الطائر اكيد يعني بنسبة 100% اه هتأدي الى تسمم اه الطائر طبعا لازم نقدم خضروات كتيرة جدا في فترة وضع البيض لان الخضروات ده هيت هتساعد الطائر على اخراج البيضة لازم نكتر من الخضروات في فترة وضع البيض الخضروات مهمة جدا عندنا كذلك ايضا مش لازم ان انت تفزع الطائر لو انت عمل تفزع الطائر وتجري وراه وترهقه طبعا ايضا الطائر نفسه يحصل له مشكلة ممكن البيضة نفسها تخرج من غير اكتمال نتيجة الارهاق فممكن يحصل اجهاد فالبيضة تخرج من غير اشرة يحصل عملية اجهاد فانت حاول انت توفر لهم الامان الهدوء ما تزعجش الطائر ما ترهقش الطائر في وقت ما يكون هو حامل للبيض وحامل لعنقود البيض طبعا لازم تكتر من الاكل اللين ومن الخضروات طبعا لازم تزبر على الطائر لما يصل الى مرحلة النضوج والى مرحلة البلوغ والى السن المناسب للتزاوج طبعا بعد انت تطلع البيضة لازم ان انت تريح الطائر حصل عنده مشكلة حصل عنده التهابات لازم ان انت تريح الطائر يعني ارفع البيضة خلاص بقى لان كده يعني ايه مش عايزين الطائر يعني هو الوقت في حالة اجهاد الافضل ان انت تقفل البيضة بقى وتسيب الطائر يرتاح يرتاح اسبوعين تلاتة كده على ما يرجع تاني كل شيء لوضعه الطبيعي لو انت هتحط مثلا فلاجيل في المية مطخر اه يعني ضد الطفيليات او البكتيريا او مضد حيوي اه يفضل ان انت اه يعني لازم ان انت توقف الطائر بعد اه يعني اخراج البيضة اه اللي هي كانت محتبسة في داخله لان حصل بقى يعني مشاكل التهابات زي ما احنا شايفين كده فبعد اخراج البيضة لازم ان انت تقفل البيضة عشان الطائر يتوقف عن ايه عن البيض اه ده كان فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفادتم معايا لو حد عنده اي استفسار اي اسأل اه ممكن يكتب لنا في التعليقات يعني انزل الوقت حالا ويكتب لنا تعليق اه يعني جميل كده يشجعنا على ان احنا نستمر اه وما تنسوش طبعا الاعجاب والاشتراك فهذا يساعدنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا